وعلى همشي منتدى بوابة الخليج انطلقت أعمال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأعمال البحرينية السعودية المشترك بحضور معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الاستثمار في المملكة العربية السعودية وشهد الاجتماع مناقشة مقترح تأسيس شركة بحرينية سعودية متخصصة في الاستثمار تدعم مشاريع البنية التحتية كما جرى التباحث حول سبل تسهيل اجراءات الجمهورية لتيسير حركة نقل البضاع بين البلدين وقال معالي وزير الاستثمار السعودي ان المملكة تسعى الى تعزيز حجم التبادل التجاري مع البحرين ليصل الى مستوى يحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين مشيرا الى ان حجم الاستثمارات البحرينية في السعودية بلقت عشرة مليارات دولار تغريبا عام 2023 ما يعكس التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين واكد الفالح اهمية تحقيق التكمل الاقتصادي بين السعودية والبحرين خاصة في المجالات الحيوية مثل الصناعات والسياحة والامن الغذائي مشددا على ضرورة التنسيق في الاجراءات اللوجستية والجمهورية بين المملكتين من جانبه اكد سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس قرفة التجارة وصناعة البحرين تطلع القطاع الخاص البحريني لتعزيز التعاون والدعم من قبل الاشقاء في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال بحث انشاء شركة بحرينية سعودية متخصصة تدعم مشاريع البنية التحتية بالاضافة الى انشاء رصيف بحري مخصص بين البلدين لتسهيل هذه العمليات بدوره اكد سعادة السيد عبدالرحمن بن صالح لعطيشان رئيس الجانب السعودي في مجلس الاعمال السعودي البحريني ان بلاده تسعى الى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع البحرين مستفيدة من فرص التكامل المتاحة من خلال استثمارات متنوعة تشمل قطاعات واعدة لسيما القطاع السياحي